دايماً كاميراة نهارك سعيد دايماً بتنزل تصورينا كل الأحداث اللي بتحصل حوالينا من ضمنها التقرير اللي شفناها دلوقتي ده عن وزارة الثقافة يعني بتدي جواز لكثير من الأفلام الرسوم المتحركة مشاهدينها الفن عموماً زي الرسوم المتحركة أو الفن المسرح أو فن السينما أو فن الفنون التشكيلية أو النحت أو الشعر أو أي فن من الفنون أو فن التصوير الفتوغرافي أي فن أو أي فنان بيعمل فن معين دايماً ممكن يبقى بيبص للمستقبل بشكل أو بآخر أو بشكل فيه نوع من التوقع اللي ممكن يحصل في المستقبل إيه؟ بيبقى عايش في المجتمع وبيتأثر بيه وبتأثر بالأحداث اللي موجودة مشاكلها المشاكل والمميزات والمساوئ اللي بتحصل فيه المجتمع وبناءً عليه بدايماً الفنان بفكره وبخياله يبتدي يفكر المستقبل ممكن يحصل فيه إيه؟ الفقرة بتاعتي النهاردة ضفتي هي عاملة ديوان من حوالي سنة الديوان عبارة عن شعر عامي ومصاحب ليه بعض رسومات الكاركاتير رسومات الكاركاتير اتنين من أهم رسامين الكاركاتير الفنان عمر سليم والفنان مخلوف والضيفة اللي هي كتبة بقى الشعر وصاحبة الفكرة عموماً هي ضفتي الصحفية والمفكرة والشاعرة حنان مفيد فوزي صباح الخير يا فنان صباح نور يا عشر منوران يا حنان يا حلوة المولد اه يا حلوة المولد بزمتك بزمتك اه مش يا حلوة المولد صحيح يا حلوة المولد قبل الثورة ولا بعد الثورة والله هو قبل الثورة وحالياً دلوقتي بعد الثورة يعني احنا كنا انا انا قلت يا حلوة المولد من قبل الثورة كويس وكانت دي ثورتي الزاتية الفردية بتاعتي وكل واحد فينا كان عنده ثورة ذاتية زي ما انت قلت بالزبط اللي عبر عنها بلوحة واللي عبر عنها بقصيدة واللي عبر عنها بفيلم بعمل درامي كل الثورات دي كلها التحمت وبقت ثورة واحدة فأنا قلت حلوة المولد قبل الثورة بعد الثورة بقى كنت عايزة أقولي حلاوة بس لابتش عايزة أمولد فبسطينا لقينا أنه المولد عمل يعني يتنسب وبعدين بعد كده الناس تروح وبعدين مولد تاني يتنسب والناس تروح أنا مش قصدي على فكرة الجمعات اللي بتحصل لا أنا قصدي أنه مولد في كل حاجة مولد في القرارات مولد في الأحلام حتى محدش عارف مصر رحل فين وده الكلام اللي دايما بيقوله فيه ناس بتقول لي مثلا أنت إيه رأيك في الإضراب بتاع مبارح مثلا يعني أنا شايفة أنه الإضراب غلط لي لأنه ده ضد مصالح ده ضد رزقي وضد رزقك ومش اقتصاد الصين بقى لا ده اقتصاد مصر فعلا بس هو أنت لما تبقى ظالم يا أشر وأنا مش عارف أخذ منك حق وجربت معاك كل حاجة مفيش فضل غير أن أنا عور نفسي عليك أو أخبط دماغي في الحيط صح؟ صح فأنت مع الإضراب لا أنا مش مع الإضراب لكن طب إيه اللي أنت سبتهولي علشان أنا لعبت كل الألعاب اللي سبتهولي علشان أقدر أعمله علشان أقدر أخذ منك أي حق بعد سنة كاملة فعشان كده أنا قلت وما زلت بقولي الكلام اللي أنت بتقوليه دلوقتي ده ينطبق على قبل الصور طبعا في التلاتين سنة وينطبق خلينا ستين حقبة كده وفي خلال السنة دي طبعا هو جميل أنه هيعيش يعني بغض النظر عن أن أنا ممكن أختلف معاك أو معاك لأن في ناس تانية في الشارع بتقول لا إحنا اللي كان لازم نعمل اعتصام ولازم نعمل إضراب ولازم نعمل بغض النظر عن الموضوع ده أنا عايز أركز على البداية اللي أنا قلتها أن دايما الفنان بيتأثر بالمجتمع اللي هو عايش فيه طبعا وبناء عليه يبتدي الخيال بتاعه ينطلق بشكل أو بآخر عشان تعرفي المستقبل أو تتوقع المستقبل بلزبط أنت مش هنا في سورة مجتمع حنان أنت الخيال ده أنت نزلتيه في سبع يناير الفين وحداشر سبعة يناير الفين وحداشر نزل في السوق سبع يناير الفين وحداشر يعني قبل تورة خمسة وعشرين يناير بالضبط chaos حفلة التوقيع بتاعتك بعد سنة ليه؟ لا لا ها هي كتت مفروض تبقى أربعتشر يناير أكتن وحداشر أه بس 14 يناير 2011 كانت ثورة تونس فاتأجلت لأ انت وقعت بقى من حوالي قال لي من كم يوم يعني من كم أسبوع ده كان معرض الكتاب لأنه معرض الكتاب كانت تغير يعني تقريبا بعد مرور سنة ليه بقى؟ لأنه المعرض يعني اتلغى سنة 2011 فطبعا ما نزلش في المعرض أنا عملت حفلة توقيع بسيطة جدا على مستوى يعني فردي يعني في مارس 2011 وفي يونيا 2011 لكن ما كانش عليه يعني سبوت كتير ما كانش عليه دعاية كبيرة لما نزل في المعرض السنة دي بقى فكان أول نزول بالنسبة له المعرض مفروض كان ينزل المعرض اللي فات السنة دي لما نزل فالناس تصورت أنه أنا بنزله بمرور عام على الثورة وأنا نزلته في الثورة جبا أنا نزلته قبل الثورة بكتير بس هو أنا احتفلت به مع الثورة وبعد الثورة طب أكيد أي مشاهد دلوقتي بيشوفنا من خلال نايل لايف دلوقتي ونهارك سعيد بيقول لي أنت أصدق إيه يعني بالكلام اللي أنت قلت في المقدمة ممكن بعد إذنك تقريلي واحد من الشعر بتاعك عايز أعرف يعني اللي يثبت كلامي أن الفنان ممكن يتوقع اللي جاي طيب خلينا نقول الوضع أصبح صلطة هو لسه مستمر صلطة هو كان صلطة عبل كده بس لسه فيه صلطة بيقول لك إيه؟ قالوا اللي بنا مصر كان في الأصل حلوان وحلوته كانت صبحة لغاية العصر عجبان البركة كانت يامة وما فيش ناس تعبانة حتى العالم الشقيانة كانت ترجع فرحانة بجيوب بتشخل الفضة أهلقمة وبتتقضى والحر كان يتصدى لخسيس فكر يتعدى دلوقتي الوضع صلطة سوق الحلوة جبر وفلوسنا راحة هدر في كم طبق صناعي قال إيه سموه أمر ده غير أصل النطاعة اللي بقت سمة البشر نهيك عن الصياعة والفجر والخلاعة في عيون الفاتنات يقابلها الصرامة وقسوة الاستقامة على راس المنقبات وكم شاب في عمر الورد يغرق في قلب البحر وكم عيلة في وسط البرد انهد عليها الجحر ما هو لو كان لينا ضهر ما كناش موتنا في عز الظهر اللي بنا راح وحلوته راحة حلواني السكر غلي على اللي صنها تصواني مفضلش غير واحد سرقها براني بيقوله كان في الأصل حيواني بيقوله كان في الأصل إيه؟ حيواني حيواني اعديها بقى مش حلواني غير حلواني هو كان حلواني دلوقتي بقى حيواني اه الديوان جميل كلام جميل هو زي ما انا قلت انه الواحد بيعيش الحياة اللي هو عايشها والمجتمع وبناء عليه بيبتدي يطلق الخيال دلوقتي كل القصيدة من القصايد العامية بتاعتك دي بيقابلها رسم من الرسومات بالزبط بتاع مخلوف طبعا الرسمة ممكن تبقى فيها تعليق بالكلام صحيح وممكن تبقى رسمة كاركاتير بس بتعبر عن الكلام اللي انت بتقوليه دي كانت رؤية مخلوف بقى يعني انا كنت حبة انه كل قصيدة يحط عليها رسم كاركاتيري بكلامه بكلامه هو بكلام يعبر بيه عن الرسم نفسه فهو قال لي لأ يعني انا شايف ان في بعض رسومات تستدعي ان انا اعبر عنها وحاجات تانية لأ يعني اللي احنا قلناها مثلا اللي هي الوضع اصبح صلطة كان حاطت فيها الرسمة طلعناها على الشاشة كان حاطت فيها رسمة وكلام بالزبط انما مثلا اللي بعديها اللي هي حضرة الارجوز قولي حب ان هو يعمل يعني ايه زي برلمان برلمان من الارجوزات موجودين كلهم مع بعض علشان يوضح لك انه انت ممكن تبص على الصورة دي وانت تقول الكلام بنفسك ويمكن انا كنت بأكد على مخلوف انه زي ما انا بقول القصايد لازم هو يعبر برضو بكلامه فهو كان بيقولي لأ خليني انا اعبر بالريشة وان استدعى الامر ان انا اكتب تعبير او جملة او افيه هكتبه لكن لو ما استدعاش الامر هسيبه كده مفتوح والقارئ هو اللي يشوفه ويطلع التحليل اللي هو عايزه انا كنت حبه ان احنا الاتنين نخدم على بعض يعني كان فيه جلسات طبعا تحضيرية اكيد طبعا انا ديته الزيوان الاول كله علشان يعيش فيه تماما طب حنان اللي بيجي يعني يشتغل ويكتب شعر ودواوين زي دي انت عندي عاملة تسعة وتلاتين قصيدة بالزبط حلو وقصيدة وقصيدة صغيرة يعني حاجة يعني حاجة يعني ومتنوعة في عدد كثير من المواضيع انت لما بتيجي تعودي كده وتبتدي تكتبي او تشعري يعني تكتبي شعري يعني هل في بيبقى فيه مزاج معين هل فيه تقوص معينة للشعر هل? هل بيبقى اه اكيد انت ما كتبتش الكلام ده واحدة بعض لا 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 طبعا لا على مدى سنة ونص عايز اعرف انا بدية من 2008 تقريبا من 2008 لحد 2009 وبعدين ابتدى الشغل بتاع مخلوف 2010 كله وبعدين بعد كده ابتدين لا انا عايز المرحلة اللي قبل كده قبل وانت بتكتبك الشارع نفسك لا مفيش تقوص معينة انت ممكن تبقى ماشي في الشارع يجيلك الوحي او الاحساس او فيه منظر مثلا معين يستدعي انك انت تعبر عنه كل الحاجات اللي انا كتبتها من قصايد دي كانت عبارة عن مواقف بتحصل قدامي او اشياء انا بستشعرها من مجتمع احنا عايشين فيه ولقاني مش مفصولة من مجتمع فطبيعي جدا ان انا عبر عنه بطرقتي بس انا اخترت الشعر انه يبقى ساخر ما يبقاش مجرد شعر فيه وجع وحبيت ان الديوان بتاعي ما تبقاش سطور مرصوصة وراء بعض لا عايزة انت عارف طبعا ان الناس مشاهدين اكتر منهم قراء فلما تجيب لهم عنصر المشاهدة في كتاب يبقى انت بتوريهم الصورة وبتوريهم الكلام فلما الاتنين يمتزجوا معابط تقدم لهم منتج او مادة جذابة وحنا كمجتمع مصري من سنة من سبع تلاف سنة احنا دايما عندنا حكاية او صورة ان احنا نتريق على مشاكلنا بالزبط كده يعني ونخدها بنكتة ونخدها بزبط ويمكن ده اللي خلينا نستحمل يعني ما نحصلناش اكيد لا انت لو تشوف اي موقف بيحصل دلوقتي وبيطلعوا عليه بعد كده انك هتشكل عامل ازاي تقولي ان كل مصر عبارة عن كتاب سيناريو طيب قوليلي حاجة تانية عليها علاقة برضو بقبل صورة 25 يناير وان الفنان ممكن يبص لقدام فيه اتنين الحقيقة فيه حضرة الارجوز قولي وايه تاني بسلامته 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 لا انا عايز بسلامته انت عايز بسلامته اه انا عايز بسلامته وبعدين ممكن نشوف بقى نخش على البرلمان بعد كده يا حضرة الارجوز بس ما تفوتكش يا حضرة الارجوز اه لا هاشوفها طبعا يعني بس عايزنا ايه بسلامته بتقول ايه بسلامته ماشي واخد في وشه لحد حاشه ولحد هشه هو كده نام قام لوحده طلع في دماغه يهد عشه نعمل له ايه نبوس ايه نقع في عرض قعوب رجليه والزل نحشه بسلامته فاكر مفيش بعديه ولكن في زمانه فيه قبليه النبي حد يقوله ليه وان اللي خلقه من الاصل يعني قادر يسوي امثال تلغيه بسلامته راح بسلامة يحصر عليه وميت ندامة على اللي حب يبيع ولا طلش من البيع غير الملامة لقوا الاكادة ده كله حصله علشان شوية لماما عشان شوية لماما لماما انت قصدك مينة انت غلص ليه افهم انت بقى لا ما لماما كتير يعني حانيا الكلام ده انت كتبتيه قبل صورة 25 يناير بكم يوم اه والله على فكرة الديوان يعني يبين فيه ساعة النشر كتأمتى بالزبط يعني 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 قصدي تاريخ النشر امتى قصدك انت بتقولي فيها انه راح اه يعني راح خلاص راح خلاص بالزبط مش لسه حيروح اه راح ربك لما يريد الحمد لله بيدي البني ادم الصغير يعني شوية رؤية كده معينة هو فيه بني ادم خالد مفيش بني ادم خالد طبعا انما في يوم الايام هيروح عشان كده انا حب انه انه القصيدة دي ما تبقاش مجرد قصيدة وتعدي لا انت تعيش الشهر لازم يعيش فلما اكتب حاجة وبتعيش واي حد هيجي هيروح برض وهيبقى بسلامته لو ما بقاش بيراعي ربنا فينا كلنا حانيا انت كان عندك دواوين تانية صحيح الشاطر مش حسن الشاطر مش حسن اه هو كمان كان زمان كان حسن دلوقتي الشاطر مش حسن ده بقى له قديه ده بقى له بالزبط تلات سنين تقريبا او اربع سنين حاجة زي جدا حنان احنا ليه ما بنسمعليكيش شعر ليه ما بن يعني احنا النوع النوعية دي من من الشعر بتاعك بنسمعه عن الشعر الحلمانتيشي اه اوكي وشفناه برز جدا بعد صورة 25 يناير وابتدى يتغنى وابتدى يتلحن وابتدى يبقى فيه اه 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 اهتمام بيه اكتر واكتر لانه اكيد بيبقى قريب جدا للمجتمع بتاعنا وقريب جدا للمشاكلنا وقريب جدا لللغة العامية الحلوة صحيح ليه انت ما تفكرش تعملي كده بص يا أشرف أنا ما بعرفش غير أن أنا أكتب يعني ما بعرفش أسوق نفسي ما بعرفش أخدم على الروح في ناس شطار في الحكاية لكن أنا ما بعرفش غير أن أنا أكتب يعني والعلمك الكلام ده بيوصل للناس صحيح أنه خد فترة زمنية عبل ما دلوقتي الناس بتقولي على شاطر مش حسن ودلوقتي الناس بتقولي على حلوة المولد ويمكن بقاهم الصدى بتاعهم أكتر من كتب الأبراج اللي أنا عملتها وكتب الأحلام اللي عملتها والسيارة الزيتية دلق إنه الشعر أنا يعني أنا طلعت الكتب قبل كده علشان في يوم من الأيام لما يبقى عايزة أطلع الشعر بتاعي يبقى عندي جمهور أنا وغداء من قبل كده أو قراء أنا كسباهم من قبل كده إنما فكرة بقى أنك أنت تطلع الشعر ده أنا أتمنى طبعا أن الناس كلها تستخدموا سواء إذا كنت يعني حتى لو أنا اللي مش هقوله تستخدموا في أغاني تستخدموا في عروض مصرحية يعني أنا عمري ما همنع بس أنا معرفش أروح أقول للناس أنا عندي حاجة على فكرة حلوة قوي ممكن لو استخدمتوها هتعمل صدى كبير قوي الناس هي اللي تحسوا وتشوفوا وتأكد إنه لو حاجة أنت عملتها بقلبك قوي وحسسها جدا مية في المية هتوصول للناس حتى لو خدت وقت وصليها بقى للناس خلاص خلاص يا حضرة القراجوز بتقول إيه؟ يا حضرة القراجوز قولي عشان ما نعلم تاتي ليه؟ هي المصالح بتخلي الفرد مننا يبيع ولديه؟ طب لما نشبع ونحلي بأي وش هنرجع بيه؟ يا حضرة القراجوز قولي ضمرنا جنس ملته إيه؟ إزاي بنفتري ونصلي؟ حتى الإيمان بنجدب فيه؟ ودي نفسي مين اللي تعبي مال اليتيم وتشتهيه؟ يا حضرة القراجوز قولي إيه اللي فاضل نبكي عليه؟ لنصبنا قاعد مستني ولات حلال ياخده بإيديه ولا حد شكله هيسمي بلق محاف تتردلي يا حضرة القراجوز قولي ينفع عيش في الميغة دي إن يوم رديد ابقى قابلني في خيالك اللي بتسرح فيه والنسيت ابقى عيرني مش هسأل إنت بتعمل حالو عندي قصيدة كمان لإن أنا وقت خلاص بينتهي عندي قبل ما تقولي قصيدة سريعاً قوليلي انطباعك إيه باللي بيحصل في خلال السنة اللي فاتت دي هل 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 انطباعي لا والله هل انطباعي آه 2010 آه موسق و13 13 13 آه القصيدة اسمها يخلق من الشبه 40 يوم طب قولي هالي على طول يادي الملل يادي العلل يادي الحكاوي والعبر يادي الشرود يادي الجحود يادي الصمود وقت الخطر يادي الحنان اللي تقسى يادي الأمان اللي تنسى لصباحه فارق منمسة ولفرحة طايرة ملمسة الليل يدور عن نجوم والشمس تايها في الغيوم والحيرة حضرة في العموم يخلق من الشبه 40 يوم يادي البدع يادي اللوع مش طلب عيش عمري في وجه جميل ان انا انهي يوم النهاردة بيه يادي البدع يادي البدع ده مش جميلة لا يعني انه 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 انتي الفنان زي ما بقول برضو دايما بيبقى بيبص للحاق اللي بيحصل حواليه من منظور تاني مختلف عن الباقي فحنان شرفتينها ونورتينها وحاجة جميلة جدا ان احنا نختم بيك النهاردة يومنا مليان سياسة وفن واقتصاد وحاجات وشعر السياسي في الآخر كله بيعبر عن بعضا سريعا ايه الخطوات اللي جاية بعد الديوان ده سريعا الخطوات اللي جاية كتاب ان شاء الله باذن الله بيعالج الاكتئاب لانه انا شايف ان الناس كلها في حالة يرسلها كله مكتئب كله متضايق كله تعبان فانا حابة اقول ازاي الناس تعرف تنام ازاي الناس تعرف تاكل بشكل صحي ازاي الناس تعرف تتعامل مع الملل ازاي تعرف تتعامل مع القلق ازاي تعرف تتعامل مع الخوف المرضي ازاي يبقى عندها قبل ليلة تغيير ازاي يبقى عندها فكرة انه ما تقررش اخطاقها وازاي وازاي يعني كل جزئية في الحياة بتمر عليك انا كاتبة عنها فصل معين نورتينا يا فندم وتشرفينا تاني ان شاء الله بالديوان بتاعك الجديد شكرا جزيلا شاهديننا ده كان يومنا النهاردة يا رب بكرة ان شاء الله تطلع علينا الشمس واحنا ان شاء الله بألف خير وسعادة ومصر ان شاء الله تبقى احسن شكرا جزيلا